ازاي نعرف البرومت الخاص باي صورة? والبرومت هو التوجيه اللي بنكتبه للزكاة الاصطناعية عشان يحولنا النص الصورة. وده موضوع فيديو النهاردة. لو مهتم بالتعرف على مهارات الزكاة الاصطناعية وكيفية استخدامها فما تترددش في الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وشوف الفيديوهات القديمة والجديدة. يلا بينا. ممكن يكون شرحت لك قبل كده طريقة ان انت ازاي تعرف البرومت الخاص اي صورة. وكنا شرحناها باستخدام موقع ولكن انا جايب لك المرادة الطريقة اسهل بكتير. هتقدر تتعامل فيها باللغة العربية. وتقدر تتعامل فيها باحترافية. باستخدام شات جي بي تي. هيجي حد يقولي بس نسخة المجانية مش بالدعم ان احنا نرفع ملفات وكده. عايز اقولك ان لو انت ما تعرفش فالشات جي بي تي عمل تحديث جديد اسمه كنت شرحت بالتفصيل. وهتلاقي شرح تحديث عندي في القناة. وكمان عايز اقولك ان هم فتحين اصدار مجاني بامكانيات محدودة من دي من الامكانيات دي ان انت تقدر تضيف صورة له وهو يفصلها لك ويعرفك كل التفاصيل اللي فيها. تعالي باقولك ازاي تسجل حساب في تشات جي بي تي فور بوينت او. وازاي تستخدم الخاصية دي. لو دخلت على جوجل وكتبت تشات جي بي تي. هيزهر معاك هنا اللينك ده. هتضغط عليه هيفتح معاك بالشكل ده. هطلع زينة لو انت اول مرة تشترك فيه عندك هنا ع الشمال في حاجة اسمنا لو انت عندك حساب هتضغط على لو ما عندكش هتضغط على. هنضغط على هتحولنها على الصفحة دي. هطلع زينة ان انت ممكن تعمل حساب باستخدام او باستخدام جوجل او باستخدام اه قبل اي كان الحساب اللي عندك حتى لو حساب. انا هستخدم حساب جوجل لان انا عند حساب فاضغط عليه بالشكل ده. بعد كده هختار الايميل وبعد كده احمل متابعة. هيجي هنا اقول لك اسمك ايه هكتب الاسم وهكي هنا اكتب طبعا مش هتفرق وبعد كده اضغط على وبس كده بقى عندك حساب على تستخدمه بشكل مجان ولكن زي ما قلت لك ان هو مش بيديك كل الصلاحيات عايز بقى تاخد كل الصلاحيات فلازم تشترك في الموقع في الخطة المدفوعة هنيجي هنا نضغط على ودلوقتي احنا اصبح عندنا هندر بكل بساطة ان احنا هنتكلم مع الشات هنا بنضيف اي احنا عايزينه عشان نطلب من الشات اللي هو آآ يرد علينا عندك هنا في حاجة ده لو ضغطت على بالشكل ده ده بيسمي اللي من خلال ان يقدر نحمل اي حاجة من الكمبيوتر ممكن نحمل فيديو ممكن نحمل ملف ممكن نحمل الصورة فلنفترض ان انا هحمل صورة فاجي هنا هضغط على ابلود فروم كومبيوتر واجي هنا على اختار الصورة اللي انا عايزها واعمل هنا هيبدأ يحمل معا الصورة على ما يحمل عايز اقولك ان هنا في خطط دفع لو ضغطت عليها بالشكل ده بيجي يقول لك ان انت تقدر تستخدم بشكل مجاني. هنا جايب لك بشكل مجاني تماما. يعني ان انت تقدر تستخدم ولكن بشكل محدود. لكن لو جيت اشتركت بمعدل عشرين دولار في الشهر تقدر تستخدم كل الحاجات اللي متاحة في الشات جي بي تي. بعد ما حملنا الصورة هاجي هنا هقول له فسر للصورة. تقدر طبعا تكتب اي حاجة بس انا دايما بقول فسر لي الصورة. وبعد كده بدوس على السهم ده. هيبدأ ان هو يفسر لي كل تفاصيل الصورة. هنا جاء اللي الصورة التي ارفقتها تظهر ضفدعا لطيفا مرتديا زيان سحريا. الضفدع يرتدي كباعة سحر كبير. طبعا هنا اضافلت تفاصيل باللغة العربية. فانا عايز اقول له بقى طيب ايه بقى? انا عايزك تكتب بس باللغة الانجليزية. فهاجي هنا اقول له باللغة الانجليزية لهذه الصورة. لانشاء صورة بالزكاة الاصطناعة. وبعد كده هقول له بكل بساطة هيبدأ دلوقتي ان هو يكتب لي طبعا انت بتبص على لو مش عاجبك اي حاجة دايما حاول ان انت تبص وترجع وراء وراء لان هو ممكن ينضيف حاجات من عنده وانت ممكن تبقى حاجة تغير حاجة مسلا تغير حاجة في اللبس في الخلفية في اي شيء. فحتى لو انت عايز تغير اي شيء تيجي هنا تقول له والله ايه خليه الخلفية يا صامرة. اه اكتضيف لي انه مسلا عايز الاضاءة تكون كزا. يعني تقدر تتحكم فيه بالشكل ده. فانا هاجي هنا هاخد الكلام ده كده وارجع على الموقع. ممكن تستخدم اي موقع ولكن انا هجرب موقع وهاجي هنا هضيف بتاع هنا في المستطيل ده. وهروح هنا اختار الابعاد بتاعته تسعة الستاشر. وطبعا هنا دايما بسيب اوتو. وهاجي هنا ممكن اضيف بعض الحاجات زي مسلا ممكن اقول له زيما ان انت حابب. وبعد كده اضغط على. ودي كانت النتيجة عمل لك هنا اربعة اسمامات بالشكل ده. تعالي اضغط كده على اي صورة هتفتح معك بالشكل ده. طبعا هنا بيجيب لك كل تفاصيل الصورة هنا اهو. وهنا طبعا الابعاد والمودلز اللي انت اخترتها. تقدر كمان ان انت هتحمل الصورة من تلات نقط دول وتضغط على ده بيحمل لك الصورة عندك الجهاز. عندك هنا كل صورة هتضغط عليها فهتظهر معك بالشكل ده. لو عايز حتى كمان انت تعمل آآ تقدر ان انت تعمل من هنا ان هو يعمل لك تاني وفي حاجة اسمها ممكن تجربها. لو مسلا روح تختار الصورة زي دي وعملت بيجي هنا بيختار الصورة بيشتغل عليها ان هو ممكن يعمل لك منها اربعة تصميمات تانيين. في حاجة اسمها ممكن مسلا زود شوية. ممكن تضيف مسلا اي حاجة تانية زي ممكن تضغط على هيشتغل على نفس الصورة ويعمل لك منها اربعة تصميمات تانيين. وهيبقى الاختلاف فيها بسيط بالشكل ده. هتلاحز هنا هو عمل نفس الصورة ولكن ممكن يكون عمل تعدلات بسيطة في كل الصورة. بحيث لو انت حابب ان انت تحمل الصورة او تعمل عليه اي تعديل. طبعا الموقع فيه امكانيات اعلى بكتير ولكن لو انت مشترك في الموقع ان انت ممكن مسلا تعدل على الصورة ممكن كمان ترفع صورة وتعدل عليها ولكن هنا زي ما احنا شايفين ان الموقع قافل النسخة دي. وانا هحاول تواصل معهم في مرة ان هم يدوني نسخة مجانية بحيث اقدر اشرح التفاصيل اللي جوة. بحيث لو الموقع كويس تقدروا تشتركوا فيه. وتعملوا بسيطة سمامات احترافية. تعال نجرب كمان صورة هنروح هنا على وهيجي هنا برضو طبعا لو انت بتفتح من الموبايل هتبقى انت هتعمل من الموبايل هاجي هنا اختار صورة زيدي وعمل لها ونفس الكلام هاجي هنا هقول له فسر لي الصورة. طبعا الصورة لو انت خدت بالكو عبارة عن ربوت لابس هدي كده ولابس حاجات ملونة فهنجي كده نشوف جابت هيوصفها لنا ازاي هيجي هنا هقول لك اهو ربوتا يرتدي ملابس شبابية عصري باسلوب مستوحى من ثقافة الشرعة تضمن ازاي سترة كبيرة بألوان زي هي. واصف هلنا تمام بالزبط هاجي هنا نفس النظام اقول له اكتب اللي بقى بلغة بلغة انجليز هي. هاجي هنا اقول له. مهم جدا في الكلام اللي انا بكتبه ان انا دايما ابقى عارف ومقسمه ازاي. انا باجي اقدله امر اكتب لي خلاص واعرف هيكتب باللغة الانجليزية يعني واعرف اللغة كمان. ليه? لانشاء صورة بالزكاء الاصطناعي. فمهم جدا ان الامر والصفة والفعل والحاجات دي كلها تكون مكتوبة في لان ده بيفرق مع اي هنكتب حتى لو انت عايز تتحوله اصلا كمان لنص. وبعد كده هتغط على العلمة دي هيبدأ ان هو يعمل بالشكل ده. هتلاحز هنا ان هو عمل هنا بالشكل ده. هاخد بتاعك كده على طول. زي ما قلت لك تقدر ان انت تراجع اي شيء. وحتى لو انت جيت عملتها تصميم وليتي التصميم ما عجبكش ممكن ترجع هنا وتقول له مسلا مسلا ممكن اجا اقول له اه اضف ان الخلفية تكون صمرة. اضف ان ان الخلفية تكون سوداء. مسلا هقول له كده انا كتبت له هو. هيبدأ ان هو يكتب لك تاني ولكن هيضيف لك فيه ان تكون سوداء. لاحظ هنا كده. اهو. اوكي ما هنا ما كانش موجود دي. تعبقا نجرب نشوف اللي احنا عملناها نرجع عليه هنجي هنا برضو المربعة وهنجي هنا طبعا نشيل الصورة دي خالص. ونجي هنا نحدد ده ونحط الكلام التاني. اه نفس النظام ممكن نفضل وقفين على او نشيل خالص الموديلز ديات ونختار الابعاد بتاعتنا ونضغط على ودي كانت النتيجة وموبروك عليك التصميم. شغله رائع جدا ببساطة قدرنا ان احنا نكتبس ونحمل صورة جديدة بحيس ان احنا ما نستخدمش الصورة اللي احنا كنا اصلا شايفينها على اي موقع تاني. هتجرب بقى معك دلوقتي اللي احنا قلنا له خلي الخلفية تكون سوداء. هط بالشكل ده. وهنا طبعا هنا هتلاعز هنا الخلفية هو. وبعد كده برضو هضغط على ودي كانت النتيجة لما طلبنا منه وعمل لنا بخلفية صمرة. بصراحة كانت نتجة كويسة جدا وبكده بقى انا شرحت لك ازاي ان انت تعرف اي صورة تشوفها قدامك باستخدام ادوات زكاة الاصطناع بشكل مجاني تمام? وزي اصلا كمان ان انت ممكن تعمل الصورة دي باستخدام زكاة الاصطناع. ما تترددش انك تشترك في القناة لو انت حابب ان انت تتعلم اكتر عن مهارات الزكاة الاصطناعي لان فعلا احنا بنقدم لان فعلا انا بقدم لك فيديوهات ولا اعجبك الفيديو ما تساعدش تدوس لايك وتسبينا لايك في تعليق وفي النهاية السلام عليكم.